الآن حانا موعدكم مع أحلام وأخبار الطقس إليك يا أحلام شكرا طالب أهلا بكم مشاهدينا استقبلت جموع الوافدين والموجودين في مكة نبأ نزول الأمطار بفرحة شديدة رافعين أيديهم إلى السماء فرحا وتضرعا إلى الله وما أن أشارت الساعة إلى الثالثة عصرا حتى بدأ ولله الحمد تساقط الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة وبدأت الأمطار على كل من عرفات ومنى ومزدلفة إضافة إلى مرتفعات الطائف وقد تسببت الأمطار في تشكل السيول في عرفة في حين تسببت الرياح العاتية في خلع الخيم المخصصة لاستقبال الحجاج وأعلنت الأرصاد الجوية في المملكة أن كمية الأمطار المسجلة في مكة المكرمة بلغت 25 مليمترا الإضطراب الجوي مشاهدين قد يتجدد غدا الخميس بشكل أقل نسبيا على مرتفعات الطائف ومكة المكرمة والأجزاء الشمالية ننتقل إلى صور الأقمار الصناعية ومتابعة الأحوال الجوية ليوم غد وإلى درجات الحرارة ما زالت على المناطق الوسطى الرياض وغيرها تشهد مستويات ثلاثينية أما بالنسبة لحائل والمناطق الساحلية ممكن أن تشهد انخفاضا في درجات الحرارة يصل إلى ثمانية وعشرين درجة مئوية هذا كان كل ما لدينا لهذه الساعة وفي أمان الله